موسيقى في طال ما أنشأت له من دعم وتوحيد لجهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين طبعا القائمون على هذه المبادرة منذ البداية آمنوا بأهمية الشراكة والعمل مع كافة المؤسسات المجتمع والوزرات في تنفيذ خطتها وإستراتيجياتها لتحقيق تنمية زراعية تحقق رؤية القيادة الرشيدة والحكومة المنقرة في حلول تساهم في الأمن الغذائي وأنا اليوم أقف على منصة لأعلن ولأتكلم عن إنجاز جديد وخطوة متقدمة من المبادرة تتمثل في إطلاق منصة وطنية زراعية إلكترونية شاملة وقاعدة وقاعدة بيانات وطنية تحقق أهداف التنمية انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسر آل خليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للسعي في إيجاد حلول لتحقيق الأمن الغذائي والرؤية الحكيمة لصاحب السموم الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيما يتعلق بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتوجه الكريم الذي أسست له صاحب التسموم الملكي الأمير سبيشة بن تبراهيم آل خليفة قرينة سيدي صاحب الجلال الملك مملكة البحري حفظه الله من خلال رئاستها للمجلس الاستجاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة لأعماله وقد اتفقت كل هذه الرؤى والتوجهات أن الزراعة الانتاجية والتجميلية أولوية وطنية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية والتغلب على المتغيرات والتحديات التي تواجهها سادة الحبور أن تلك التوجيهات المنيرة بضرورة دعم القطاع الزراعي وحفظ مختلف القطاعات على المساهمة من خلال التعاون والتنسيق المشترك كانت هي النبراس المنير الذي صارت عليه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لرسم التصورات المستقبلية وفتح قنوات التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية لتجتمع كل تلك الجهود الوطنية الجادة من أجل تقديم حلول فاعلة ومبادرات مبتكرة لتحقيق النماء في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لتتبلوى تلك الجهود بأن نجتمع اليوم لنعلن عن إطلاق أول منصة زراعية إلكترونية وطنية لتكون ركيزة أساسية حديثة ومتطورة لدعم تنمية القطاع الزراعي بما يواكب التطورات العالمية لهذا القطاع الحيوي أخوة والأخوات حاولنا من خلال هذه المنصة أن نعمل بشكل كبير على أن تكون محطة مركزية لكافة البيانات والمعلومات الزراعية الشاملة والمتنمعة ومرجع لكافة المهتمين بالقطاع الزراعي أو الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الأمر الذي يسهل عليهم أخذ تصور شامل عن القطاع ومعرفة التحديات المتوقعة والاحتياجات السوقية مما يشجع على تعزيز الاستثمار والابتكار في هذا القطاع النقطة الأولى التي تفضلت بطرحة هي تسويق المنتج المحلي والدعم المزارعين بشكل عام من خلال هذه المنصة يوجد قسم مخصص للمزارعين في المنصة استعرضناها مع بعض خلال الإطلاق توجد فيها أسماء المزارعين وأرقام تيلفوناتهم وكذلك المنتجات التي المزارعين يشتغلون عليها أو ينتجونها في الموسم بحسب الأنواع والكميات والمساحات التي يزرعون فيها فبالتالي هناك رصد لمعلومات عن المزارعين ممكن أنها تكون مفيدة لأي شخص يبقي تواصل معهم ممكن أنه لو هو صاحب عمل مثل هالمؤسسات الجملة سوبر ماركت أو هايبر ماركت أو هالأماكن بسهولة ممكن يوصلون إلى هذه القائمة ويتواصلون مع المزارعين تواصل مباشر بناء على المعلومات الموجودة عن إنتاجهم فبالتالي هذه الجزء الممكن أنه يساعد في عملية التسويق وكذلك عندنا رصد لكل المزارعين المشاركين في سوق المزارعين في هورة عالي أسماءهم موجودة أرقام أكشاكهم موجودة منتجاتهم موجودة فهذا في حد ذاته أيضا ترويج للمزارعين فهذين يمكن النقطتين اللي متوفرين للترويج المزارعين في المنصة لكن المجال مفتوح حق إضافة أي خدمات أخرى اللي ممكن أن نحن نشوف أنه مفيدة للترويج المزارعين والمنتج المحلي أما من ناحية الاستثمار وكيفية تشجيع الاستثمار نحن كنا نتكلم عن الاستثمار في مملكة البحرين يعني أي شخص يبيعرف معلومات عن التشريعات في البحرين اللي تسمح بالاستثمار يبيعرف عن الشروط الاستيراد يبيعرف عن أمور المتعلقة بالجمارك وشروط الجمارك وكل هالأمور هذه فهذه المعلومات موجودة ومرصودة في المنصة ممكن أنهما يطلعون عليها بكل سهولة وحطيناها بعد مع بعض في مستطيل واحد كل ما يعني أو ما يعني بالمستثمرين ممكن بسهولة أنهما يوصلون حق المعلومات الخاصة فيهم فبالتالي نحن نقصد الاستثمار في البحرين وليس استثمار البحرين في الخارج لأنه هذه خارج عن الطاقة الاختصاص استثمار البحثي طبعا على طول يعني جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية فيها فرع متخصص بالبحوث فبالتالي نشجع بقوة أن يكون هناك كم هائل من البحوث الزراعية خاصة البحوث التي تحل المشاكل لتواجه القطاع الزراعة في مملكة البحرين اليوم لأننا هدفنا هو تنمية الزراعة فبالتالي إذا الباحثين بذلوا جهد ووقت في إيجاد حلول وصلوا فعلا لهذه الحلول وتم تعميم هذه الحلول على كافة المزارعين والناس اللي يشتغلون في هذا المجال مكسب للبحرين طبعا وهناك قسم مخصص للبحوث في المنصة فاحنا نجمعها وننشرها إلكترونيا بحيث أنها تكون متاحة للجميع The biggest issue we're trying to address through this initiative is the availability of data You know that in order for any sector to operate effectively data must be available to decision makers data must be available to consumers and there is a huge lack of data where agriculture is concerned We felt that there was a necessity for us to go through and do something like this to put all this data together whatever is available today to put it together in one platform and this is what we have launched today agro bh but we also know that we have to put a lot of effort in collecting more data and more information that has been lacking in the previous years especially when it comes to the production the amounts of production in bahrain the types of produce in bahrain the the type of you know soil climate all all of these things we can't use historical data we have to keep updating this information water consumption is a big one because policies can be initiated as a result of the actual consumption we cannot rely on research that is six years old or five years old it's not a reality so what we're trying to emphasize here is the importance of data collection and and to make that data available to those who need it we start there are quite a few sites in the same place to access all the local authorities but if you've had to hold it there are three sites just like that and here's a way to communicate with us to the local authorities on any basis to access information on these sites to address them here we are and here's a number of them umpires that which we have to be is a number of them this is a number of them and we are actively into accounts—yes yes and we also have to communicate with the names of the citizens because if we notice هناك أسماءهم وأرقام تيلفوناتهم وهو شيء شخصي يعني ما كنا نبي نحن نحط أرقام تيلفونات بدون ما نستأذن من المزارعين نفسهم وعممنا رسالة لطلب هذه المعلومة لمن يرغب منهم وتجاوبه معنا فقط ثلاثة كان عندنا معلومات تحت يدنا للمزارعين المشاركين في سوق البدايع وكان عندنا معلومات تحت يدنا للمزارعين المشاركين في سوق هورة عالي الدائم فهذه المعلومات نشرناها كما هي لأنها موجودة تحت يدنا وهي نوع من الترويج للمزارعين المشاركين في هالموقعين لكن اللي موجود لا هني ولا هني وما زال عندها الرغبة في أن يحط معلوماتها في القائمة يتواصل ويا المنصة وبنضيف أسماءهم في القائمة عندي فريق عمل في المبادرة مسؤوليته هي متابعة المنصة الآن بعد ما قاموا مشكورين بإنشاءها لهم مسؤولية متابعة مع الجهات المختلفة اللي وفرت لنا المعلومات لتحديثها واتفقنا من الآن مع كل الجهات عن سياسة التحديث فبعض الجهات بطبيعة المعلومات اللي عندهم ما تغير بشكل يومي فبناخذها بصورة سنوية بعض الجهات اللي المعلومة الخاصة بهم تغير بشكل دائم بناخذ المعلومات شهريا من عندهم فبالتالي عملية التحديث بحسب السياسة المتفق عليها مع الجهة اللي توفر المعلومة بنتبعها إن شاء الله في الأيام القادمة وبتصير عملية التحديث مستمرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة